الحمد لله السلام عليكم اليوم سنتكلم عن ذكر من الأذكار التي أحبها وهو ذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما قلنا في السابق أن لا حول ولا قوة إلا بالله مرتبط بالذهب عند أصلها مع الذهب وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عندها صراع مع الأحجار الكريمة يعني لما ستبدأ تذكر هذا الذكر ستبدأ الرؤيات تتحسن عنك وستبدأ ترى الأحجار الكريمة إذا أردت أن تغنى فأرتزم بهذا الذكر هو ذكر الغناء سأقول لك إختصار الطريق إذا أردت أن تختصر الطريق في حياتك للدنيا والآخرة فالتزم بهذا الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هو من الأذكار العظيمة يعني يقوم برفع درجاتك بسرعة لا يتصوره عقلك ولو أنك تكون غارق في الدنوب إذا التزمت بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني بجنون يعني بدأت تذكرها بجنون في ظرف أسبوع تتغير حياتك هذا إذا كنت غارق في الدنوب وكنت من الذين يعصون الله ليلة ونهارا في ظرف أسبوع تتغير حياتك إذا التزمت بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يوميا يوميا بدون عدد يعني كالمجنون ستتغير حياتك لا تتصور كيف ستتغير حياتك لأن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حبيب ذا الرحمن يحبها الله سبحانه وتعالى قبل أن نبدأ في عديد من النقطة سأتكلم لكم النقطة الأولى وهو القبول القبول والرفع والاحترام الناس إليك لما تبدأ بهذا الذكر أول شيء سترى القبول وترى تعظيم الناس إليك يعني إذا كانت حبيبا لرحمن والله يحبها سيحبك الله وإذا حبك الله حبك ما في السماوات وما في الأرض إذا التزمت به يعني خمسة آلاف ما فوق عشرة آلاف سبعة آلاف عشرة آلاف خمسة آلاف تقريبا هذا العدد ما بين هذا العدد ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف الشياطين تصبح تخاف منك الشياطين تصبح تخاف منك يصبح عندك هيبة رهيبة أما إذا التزمت بعشرة آلاف سبعة آلاف يوميا يصبح حتى مهما كان أي شخص يكون عنده السلطة يصبح يخاف منك تصبح عندك هيبة يخاف منها الأشخاص الذين هم ذو السلطة ليس فقط ناس العادي يصبح الجن والإنس يخاف منك ومن صفتها كذلك تحكم في الجن يصبح الجن يأتيك أو تتحكم فيه يعني تحكم في الجن بإذن الله هذه الأشياء ليس لكل الأشخاص بعض الأشخاص ربما يرون هذه الأشياء يعني بعض الأشخاص لا يرونها على حسب روحانيتك على حسب قوة نيتك وقوة روحك يعني يتفرق الإنسان ما بين إنسان هناك إنسان عنده نية هناك إنسان عنده نية وليس عنده قوة روحانية هناك إنسان عنده قوة روحانية وليس عنده نية هناك إنسان ليس عنده قوة روحانية وليس عنده نية هناك إنسان مجموعة فيه كل هذه الأشياء قوة روحانية والنية نية خالصة يعني أنت لما تقول سبحان الله وبحمد الله سبحان الله العظيم أنت تعلم أن هذا الذكر عظيم عند الله سبحانه وتعالى تنزه الله سبحانه وتعالى هذه هي النية الخالصة من خواص سبحان الله وبحمد الله سبحان الله العظيم ستبدأ تأرى رؤية جميلة إذا أكترت منها إذا أكترت منها كالمجنون تقول اليوم كله بدون عدد لا أريد أن ننتزم بعشرة ألاف ولا خمسة ألاف ولا سبعة ألاف قلها بدون عذب مفتوحة اليوم كله أنت تقولها قلها بأي شيء بأي صيرة تنشئت إذا التزمت بها كلمة جنون تبدأ ترى رؤية جميلة من رؤياتها تبدأ ترى الأحجار الكريمة والثاني رؤية وهي أن تطير في السماء على سجادة سترى نفسك تطير في السماء على سجادة هذه من خواص سبحان الله وبحمده وسبحان الله العالم يعني تصبح عندك قبول وشأن وتصبح عندك احترام ما بين الإنس والجن كل من رأك يحترمك كان مزارع من المزارعين يعني في مزرعته وكان داود عليه السلام يمر بجنوده وطائر في السماء فسمع فسمع ذلك تخيم عن داود عليه السلام وسيدنا سلام عليه السلام كانوا يسمعون عن بعد يعني شيء عظيم فسمعه يقول يا دي تدي مثل آل داود فوقف ونزل عنده فقال له قال له أنت تعمل هذا العمل قل سبحان الله وبحمده خير لك من الدنيا وما فيها تخير معي يعني هذا داود عليه السلام يعني الناس كانت هناك بعض الناس تسأل كيف كانوا يعيشون الرسول الأنبياء كيف كان يعيش سيدنا نوح كيف كان الناس كانت تذكر الله يا عبد الله سرهم ذكر سرهم الذكر كانوا معرضين على اللغو معرضون على التفاهات الأنبياء والرسل والصحابة كانوا يذكرون الله بعدد لا يتخيل يعني ليس هناك عدد كانوا يذكرون الله اليوم كله نحن نحن نحدد العدد فقط للإنسان لا يتكاسر كي يجعب له ورد يومين أما إذا كنت من الذين يحبون الله حبا إذا كنت تحب الله حقيقة تذكر الله اليوم كله والنهار كله اليوم كله والليل كله اليوم كله والنهار كله هذا هو الحب بدون عدد هذا هو حبك للا تبرهن الله أنك تحبه تذكر الله اليوم كله يعني لا يشغلك عندك للا أي شيء سبحان الله وبحمده تعطي القوة في الجسد تعطي القوة في الجهد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تعطيك قوة قوة خارقة بإذن الله في العالم الباطني والعالم الحاضر جلب الرزق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أتحدى أي شخص إذا داوم عليها يعني بعدد معين كما أقول خمسة آلاف كما أقول خمسة آلاف رقم جيد وسهل لأي شخص أن يفعله يعني ألف مرة وراء كل صلاة مفروضة تقول سبحان الله وبحمد الله سبحان الله تعطيك خمسة آلاف يوم إذا دومت عليه بهذا العدد فقط تصبح من الأغنية أتحدك أن تقول لا لم أجد عمل ولا يدخل علي رزق في ضرف أسبوع خمسة آلاف في ضرف ثلاثون يوم أنت يوميا تقول سبحان الله وبحمد الله سبحان الله العظيم خمسة آلاف يوم أتحدك أن لا يدخل عليك الرزق ولا يدخل عليك المال أو لن تجد عمل أو لا تتغير حياتك أو لا تتزوجين أتحدك يعني سبحان الله وبحمد الله سبحان الله العظيم من يداوم عليها يصبح من الأغنية من يداوم عليها كان مجنوني يعني يقوله كان مجنون يوميا ومن سر سبحان الله وبحمد الله سبحان الله العظيم تكشف لك الجنة ربما إذا أكترت منها يعني كنت تقولك المجنون اليوم كله بدون عدة تقولها بدون توقف يوميا تستطيع والله أعلم أن ترى الجنة أو تلمس أصجار أو فواكه الجنة هذه قصة من القصص واقعية التي الشخص كان يدوم عليها بدون توقف ليل ونهار يعني ماذا ما هو حي وهو يقول سبحان الله وبحمده كان يلمس فواكه الجنة بيديه هذه يعني من كرمات سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أنت تعظم الإله أنت تعظم الإله وماذا يفعل الإله بك يعدمك تصبح عظيما ودو الشأن ودو السلطة عند الله سبحانه وتعالى ودو مقام علي تصبح دو مقام علي في الأرض ويصبح كل الشخص يهابك ويحترمك الناس الذين يقولون ليس عندي قبول وليس عندي هبة ولا أحد يحترمون داون مع الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عليه خفيفة في الدسان تقيل في الميزان مهما يكون ذنوبك إذا دومت عليها ستصبح ترفع مقامك أنا أسميه بالذكر اختصار الطريق هذا هو تسمية هذا الدكر دكر اختصار الطريق يعني الإنسان الذي هو متكاسر ولا يستطيع أن يقرأ القرآن وفيه السحر وفيه عين وفيه عكوسات وليس عندي عمل وليس عندي زواج حياتي كلها هو اختصار الطريق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سطر على هذه اكتب هذه الجملة سبحان الله وبحمده سبحان الله اختصار الطريق إذا أردت الجنة وإذا أردت الدنيا اتفقنا اختصار الطريق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اختصار الطريق يختصر لك الطريق لتصل إلى الله يختصر لك الطريق للدخول إلى الجنة يختصر لك الطريق للدخول إلى الجنة يختصر لك الطريق لتصبح عندك هبة وتصبح عندك قوة ويصبح عندك مال ويصبح عندك جاه ويصبح عندك حب لله ويصبح عندك تخشوه في القرآن تخشوه في الصلاة ترنامج كما أقول دائما للمتكاسرين يقولون مئتين مرة وراء كل صلاة للناس المجتهدين يقولون ألف مرة وراء كل صلاة للناس الذين يريدون أن يجتهدوا أكثر يقولونها ألفين مرة وراء كل الصلاة وسبحان الله وبيحمده سبحان الله العظيم تحقق الأمنيات إذا كنت يعني عندك نية حقيقية في الضرف تمانية واربعانة ساعة إذا قلت عشرة آلاف عشرة آلاف تتحقق ذلك أمني أو يأتيك اتصار أو يدخل كمال في الضرف 24 ساعة في الضرف تمانية واربعانة ساعة قلت اليوم اليوم التالي يدخل كمال أو يأتيك تأتيك أمني أو بشرة أو شيء تريده أو كنت تريده يأتيك خبره أما إذا أردت تتغير حياتك يعني 180 درجة تدعم عليها عشرة آلاف يوميا كما قلنا تجعل لك برنامج ألفين وراء كل الصلاة من الأفضل عظيم جدا ذكر عظيم ستغلب حسناتك على سيئتك سيرفع مقامك سيصبح لك نور في الوجه ستصبح معظم عند أهل الجن وأهل الإنس ستصبح معظم عند الله سبحانه وتعالى يصبح يذكرك الله عنده مع ملائكته لأنك تذكره بشغف وحب ونية وتعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وتنزه الله سبحانه وتعالى حتوا أبناكم أن يقولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله هذا المئة مرة في الصباح مئة مرة في الليل لن تأخذ وقت خمس دقائق عشر دقائق ألموا أبناكم من الصغر دائما يداوم عليها الإبن أو الإبن سبع سنوات ست سنوات يداوم عليها دوم على تخيل ثلاث سنوات أربع سنوات هو يداوم على نفس الدكر سيطلع هذا الطفل يعني في كباره لن يفرق هذا الدكر سبحان الله وبحمده سبحان الله مئة مرة في الصباح مئة مرة في الليل ستكون حياته محفوظة ومحبوبة عند الله يعني تعلموا أبنائكم من الصغر يجب أن تركزوا على هذه النقطة بحمده سبحان الله تنجي من الأهوال تنجي من أي شيء حتى هي تنجيك وتحفظك من النار من الحريق من الطريق من الآداء من أي شيء إذا كنت تذكر الله بهذا كالمجنوع فالله معك دائما سيحفظك من العشرار ومن الشر ومن الحاسدين ومن العين ومن الحسد ومن السحة سيحفظك الله بإذن الله لأنك تنزه الله وتذكره وتعظمه فالله دائما سيكون معك فإذا لم تذكر الله فالله سيغيب عليك إذا لم تستطع أن تقوله خمسة ألف عشر فقوله ألفين مرة ألف الصباح ألف فيدي داوم عليه اجعل لك وردا اجعل لك وردا يوميا لا تكون كعباد رمضان حتى يأتي رمضان اذكر الله لا اجعل لك وردا يوميا الله السنة كلها ليس فقط في رمضان وفي المسجد اجعل لك وردا يوميا فبهذه الطريقة ستقترب إلى الله والله يحبك وسيكون كل شيء مصخر إليك بإذن الله هذا كل شيء وتمنكم الخير وإلى اللقاء